وافق الجهاز الفني الاسماعيلي بقيادة اهاب جلال على خوض الفريق الاول لقرة القدم بالنادي خمس مباريات تجربية امام نادي اورنج وفيوتشر والجونة وسترة السعودي ونادي الداخلية ايام واحد وخمسة وستة واحداشر واثناشر سبتمبر في اطار الاستعدادات الجادة لانطلاق الموسم الجديد وكان اهاب جلال المدير الفني الاسماعيلي وحمد ابراهيم المدرب العام واحمد حسام المدرب واحمد سامح مخطط الاحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى الزموا اعضاء الفريق الانتظام في المران المسائية اليوم الخميس بوجود كل من احمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وكمال السيد وعبدالله جمال ومحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ومحمد هاشم وياد العسقلاني ومحمد عمار وعمد حمدي ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعصام صبحي ومحمد بيومي وعمر الساعي واحمد محسن ومحمد عبد السميع ومحمد مخلوف وعبدالرحمن مجدي ومصطفى فارس ومحمد حسن وحازم مرسي وباسم مرسي وابكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبدالله السعيد وعبدالله محمد ومروان حمدي ومحمود الشبراوي واحمد عبدالوهاب ومحمد اهاب وبشار اشرف واحمد عبدالساميع وعمر سعيد ومحمد يسين وحسن صابر ومحمد زيدان ونادر فرج وحمادة صلاح وعبدالرحمن شعبان واستغرق المران ستين دقيقة اجتمل على الاحماء وفك العضلات وانتقل لنواحي الخططية وانتهى بتأسيم ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد وتجدر الاشارة لان التدريب المسائل الاسماعيلي شهد استمرار غياب التونسي حمد النجاز والغاني يو انور الذين يتوقع حضرهما خلال الساعات المقبلة للاسماعيلية فيما تخلف محمد خطاري للاصابة ولا زال صالح جمعة تحت العلاج المكسف باشراف الدكتور هشام مصطفى غيس الجهاز الطبي الاسماعيلي حتى يمكن العودة الى تدريبات الدرويش ترجمة نانسي قنقر